في جزئية تانية في منتها الأهمية نهاردة شناوي عمل مباراة محترمة مع النادي الأهلي وعواد عمل مباراة حلوة مع نادي الزبالك في ناس كده تبسك في الاتنين حراس أو في حراس المرمى وتحاول طول الوقت تختال فيهم حارس المرمى زيه زي اللاعب اللاعب اللي في الملعب يعني بعيد عن حلاصة المرمى اللي هو ايه؟ لو النهاردة ممكن يديك عشرة من عشر بكرة يديك تسعة بعده يديك تمانية بعده يديك سبعة يرجع تاني يدي عشرة مفيش حارس مرمى بيدي مستوى ثابت طول الوقت بس المهم انك ما تنزلش مثلا عن سبعة ثمانية من عشر فده بيعمله الشناوي دايما وعواد بيحاول يعمله وبيحاول يحفظ مكانه في التشكيل الأساني دي الزمالك فالاتنين برضو يستحقوا أيضا التحية والإشادة وإن كانت مشاكل الأهل الدفاعية ما زالت قائمة مشاكل الزمالك الدفاعية ما زالت قائمة وحطوا في اعتباركم أنه أي حارس يتأثر بخط الدفاع خط الدفاع الجاية هتلاقي الحارس في أحسن أحوال وخط الدفاع سائع هتلاقي الحارس بيعانش طبيعي جدا دي ألف به كورة برضو طيب روح ليه أخبارنا النهاردة والأهلي بيدرس فكرة تجديد عقد رامي ربيعة انتعارفين رامي ربيعة تقلق في الفترة الأخيرة وقدم مستويات مميزة جدا مع النادي الأهلي كان فيه كلام الفترة اللي فات ان رامي ربيعة هيمشي وكان ملف التجديد ليه كان مقفول بس معه تقلقه الفترة الأخيرة ومع عودته مرة أخرى للتشكيل الأساسية للنادي الأهلي فيه تفكير لتجديد عقد رامي ربيعة من جانب إدارة النادي الأهلي وعلى جنة التقطيط وفقا لرأي الكابتن سامي أمسون ده بالنسبة لرامي ربيعة